السلام عليكم ازايكو عاملين ايه يوم جديد حبيت اشارك اليوم بتاعي معاك ومن اول ما هبدأ بقى لسه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وقت لما اروح المحل شوفوا كده اليوم معايا في المحل بيبقى عامل ازاي حبيت اشارك معاكو اليوم يعني يالله بينا نبدأ يالله بينا يالله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في قناة مستشفى المحمول معاكم حمدي يا رب تكونوا بخير طبعا ده فيديو مختلف تماما عن نواية الفيديوهات اللي احنا بنقدمها يعني مش هتلاقي في الفيديو ده معلومات قوي على قد ما هو يعني فيديو مشاركة لليوميات والروتيني اليومي بتاعي طبعا انا كده رايح على المحل بتاعي وانا اصلا من سكان مدينة الزقزيق اه المحل بتاعي بيبعد تقريبا حوالي نص ساعة اه ماشي بالعربية اه المفروض ان انا خلاص يعني راكب بقى الصبح بقى وطالع على المحل بتاعي طبعا ازا ازيق مدينة جميلة ورائعة وانا بحبها جدا وبعشقة لان المدينة ديت يعني انا تولدت فيها بلدي وافتخر اه ولكن هي بس فيها شوية مشاكل كده من اهمها الزحمة يعني انا كده المفروض ان انا ماشي يوم اجازة يعني مفيش مصالح حكومية شغالة النهاردة فالطريق يعني سالك شوية طبعا اه المدينة مدينة مليونية ومقتزة بالسكان والطرق فيها ديقة شوية ومتقسرة شويتين ولكن احنا ان شاء الله بازن الله كل حاجة تتضبط بازن الله اه خلاص انا كده المفروض ان انا قربت اوصل للمحل بتاعي اه انا بس حبيت ان انا اصور لكو يعني واشاركو اليوم بتاعي وتشوفوا يومي ماشي ازاي اه طبعا المحل بتاعي على طريق موقف المنصورة طبعا وفي الزازي طريق موقف المنصورة خلاص يعني انا خلاص قربت كده اوصل كده احنا وصلنا المحل كده بقى احنا وصلنا المحل بتاعنا كالعادة انا دايما بخش على قوضة الصيانة بتاعتي ودي اصلا بالمناسبة دي اللي انا بصور فيها كل الفيديوهات بتاعتي طبعا انا اول ما بخش القوضة بتاعت الصيانة بلاقي الدنيا بقى ايه متبهدلة من امبارح من شغل امبارح فقبل ما بعمل اي حاجة خالص ببدأ ان انا ازبط المكان بتاعي بقوم مشغل جهاز الكمبيوتر بتاعي ومشغل انواري عشان ابدأ اشغل الكاميرات لان لازم الدنيا تبقى قدامي شايف كل حاجة وابدأ بقى اردت بالدنيا واشوف بقى الاجهزة اللي جايلي طبعا انا معايا احمد يعني الراجل محترم بيستقبل الاجهزة بتاعت الزباين وانا مش موجود ويبدأ ايرتبها لي وطبعا بيتكتب على كل حاجة العطل بتاعها وابدأ اخده طبعا حسب الاولوية بتاعتي طبعا انا بقى المفروض ارتب المكان بتاعي الاول لان انا مستحيل اعرف اشتغل غير المكان مترتبها مش عارف داعي فيها ولا ميزة ولكن انا تعودت على كده يعني تعودت ان انا نظم الدنيا طبعا انا مقسم الدنيا عندي مكان للشاشات ومكان للبردة ومكان للبغات على حسب النوعية الحاجة اللي انا هشتغل فيها كل حاجة ترجع مكانها عشان خاطر ابدأ اروأ الدنيا كده وابدأ اشتغل شغلي الطبيعي بتاع كل يوم خلاص بقى كده الدنيا رأيت اتحطي لي بقى كوباية النسكافيه بتاعتي لازم ابدأ يومي بالنسكافيه نسكافيه بلاك اه خلاص الدنيا تروأت وعرفت بقى الاجهزة رتبت الاجهزة حسب الاولوية بتاعتها كل جهاز بقى ورزقه معايا يعني على حسب يعني انا ما بقدرش وقت معين حسب ما الجهاز بياخد معايا طبعا انا هبدأ بقى بقى باول جهاز المفروض ده كان جاي مبارح اه ده كان فيه مشكلة في الشحن انه هو ما بيشحنش فطبعا انا بقى اروح تفتح الجهاز وبدأت اشوف الدنيا فتحت بقى الدار بتاع الجهاز وبدأت افك المسامير بتاعته واشتغلت فيه طبعا فكت الجهاز اهو وبدأت بقى الشغل حضرت السوكت الجديد اللي هيركب مكان القديم طبعا حدونا كده المفروض ان انا هبدأ اركب السوكت بتاعي خلاص انا ركبت السوكت خلاص وبتاعه والمشكلة تحلت الحمد لله وهبدأ بقى ان انا اقفل الظهر طبعا السوكت القديم هبدأ ان انا اقفل الظهر بتاعي خلاص طبعا ما ركبتش كده على طول السوكت طبعا خد وقته مجهود واكيد لو فيه فن ينصي انا بيسمعوني اكيد عارفين الوقت والمجهود اللي بياخدوا السكت في تركيبه كده أنا خلصت الجهاز ده كده خلاص وجربناه والدنيا تمام نخش بقى على الجهاز اللي بعده طبعا الموضوع مش كله عندي صيانة يعني ممكن مسلا واحد يجي يقول لي ركب لي سكرينا آآ عايز سماع هندي فري عايز مش عارف ايه طبعا اليوم بيخلص على طول يعني طول ما فيه شغل اليوم بيخلص بس الايام دي بصراحة جماعة والله فيه رقود الدنيا ما بقيتش شغالة زي الاول خالص الدنيا بقت صعبة شوي طبعا بنركب سكرينات بقى اللي عايز يشحم بنشحله طبعا جميع خدمات المحمول يعني الموضوع مش موضوع متوقف على السيونة بس يعني طبعا انا احمد موجود وهو الخير والبركة وكل حاجة بس انا فيه زباين يعني بتناديني فبخاف الناس تزعل فبطلع لهم بنفسي يعني طبعا وقت الغدى بقى بنكل اي حاجة خفيفة مش بحب انا تقل في الاكل وانا بشتغل بصراحة عشان ملاقيش نفسي عايز انام اي حاجة خفيفة لغاية لما اروح البيت طبعا بنشوف الاجهزة التانية فيه جهاز ده كان فيه مشكلة في دائرة الشحن بتاعته عملنا له السوكت وزبطنا له دائرة الشحن وبعد كده احنا ركبنا جربنا الجهاز اشتغل طبعا لازم نجرب قبل ما نقف والحمد لله لما جربنا اشتغل يعني تمام يعني طبعا احنا بنشتغل في اي جهاز بفضل الله وبعد كده بقى بنبدأ نقفل اجهزتنا ونزبط الدنيا بتاعتنا فيه جهاز تاني بقى فيه مشكلة في بيت الخط بيت الخط موجود بس هو مش قاري شفنا برضو المشكلة الحمد لله وحلناها وقفلنا الجهاز واشتغلت الدنيا كده يعتبر اليوم خلص طبعا ده اختصار يعني لليوم مش كل حاجة فيه الدنيا بترجع تتلعبك تاني وبتتلغبت تاني طبعا الواحد بيبقى فاصل بقى خلاص ما بيقدرش يعمل حاجة تستنى البكرة بقى خلاص قفلنا المحل بتاعنا ربنا يا رب يرزقكم جميعا ويرزقنا يا رب اللهم امين ويريد تتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وشكرا جزيلا منيكم واشترافتوني لطولين معكم سلامة